اشتركوا في القناة المتناوعة سواء على الساحة المحلية او العالمية وبالتحديد قبل كل ده اللي بيهمنا طبعا اخر واخبار النادي الاهلي والجديد اللي بيخص النادي القرن في افريقيا كل ده هيكون على مدار حلقات اليوم طبعا سؤال حلقة النهاردة ومسانين طبعا تفاعل حضراتكم معنا من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام والسؤال بيتعلق برأي حضرتك في اداء النادي الاهلي في مباراة الامس امام المقاولون العرب في اولى مباريات مستر بيتسو مونسيماني المدير الفاني الجديد وعقب الفوز بنتيجة 1-0 في مباراة كانت قوية بكل تأكيد عندنا تفاصيل كتيرة لكن دايما البداية بتكون باهم العنوين نشوف في الترند الاهلي برنامج طب الشناوي للحق بمباراة الوداء موسيقى وكمان في الترند الاهلي الفريق يطير الى المغرب 13 اكتوبر بطائرة خاصة موسيقى اما في الترند العالمي سقوط الكبار في الدوري الانجلي موسيقى طيب انبارح طبعا كانت مباراة الاهلي والمقاولين العرب في الجولة رقم 31 في بطولة الدوري الممتاز والانتهت بفوز النادي الاهلي من نتيجة 1-0 قبل ما اتكلم عن هذه المباراة اذا اقول الله هرأتكم اهم المباراة اليوم تحديدا في الدوري وكاس مصر النهاردة فيه مباراتين الجنة والمصري ده في بطولة الدوري العام دي هتكون الساعة 5.5 ومباراة قوية جدا هتكون في الحقيقة لان صراع على البقاء في بطولة الدوري للفرئتين فبالتالي مباراة هتبقى ممتعة اكيد كمان مباراة بالليل في كاس مصر ما بين الزمالك واسموحة الساعة 8 من دور طبعا 16 بطولة كاس مصر مباراة ايضا هتكون في منطقة القوة والندية سعي كل الفرئتين على التأهل لدور الثمانية من بطولة كاس مصر ده فيما تعلق بمباراة اليوم نرجع بقى المباراة الاهلي والمقولين بارح وكانت أولى تجرب طبعا مستر بيتسو مسماني وأولى مباراةه مع الفريق الأول لكرة القدم في ولاية وعهد جديد بالنسبة للفريق ومش أي وقت في الحقيقة اللي الفريق بيجهز من خلاله للتحدي المقبل وهو تحدي بطولة دوري أبطال أفريقيا ودور نصف النهائي تحديدا بمواجهتي الوداد الأولى هتبقى في المغرب والتانية بإذن الله هتكون هنا في مصر نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي لكن فيه ملامح مهمة جدا من مباراة الأمس والبداية بالنسبة للمستر بيتسو مسماني بداية مبشرة طبعا لو حكمنا على المدير الفني سريعا سواء أنه هو مدير الفني كويس أو مدير الفني مش كويس ده هيبقى إحنا كده بنهضر يعني لا طبعا الراجل لسه محتاج وقت إن شاء الله مش هيكون وقت كبير لأنه عنده دراية كبيرة جدا من كل التفاصيل اللي بتخص بالنادي الأهلي والراجل أكيد خلال المرحلة الحالية بيذاكر كتير الفرقة وبيشوف النقاط المهمة اللي عنده سواء نقاط القوة أو الضعف وإزاي يقدر يقوي هذه النقاط قبل الـ 12 يوم اللي جايين بإذن الله يكون من خلالهم بيستعد بالشكل المناسب قبل مباراة الوداد المقبلة اللي هتكون هناك في المغرب فالملامح مبشرة جدا الأداء كان جيد فيه أسلوب اللعب ابتدى يحاول ينفزه مستر بيتسو مسماني حيبان أكتر مع الوقت لكن الفريق بصراحة كان بيبتدي الكورة من تحت بشكل مميز جدا وده أسلوب كنا بنشوفه بالنسبة لفريق سانداونز تحت القيادة الفنية للمدير الفني الجنوب أفريكي مسماني فمستبشرين خير متفقلين جدا بالمرحلة اللي جاية بالمدير الفني الحالي وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق وإن شاء الله بإذن الله يكون الأهلي في الطريق الصحيح سعيا نحو الفوز ببطولة دوري أبطال أفريكيا بإذن الله وده الهدف طبعا الأهم والأساسي الخسائر من مباراة الأمس هي إصابة محمد الشناوي وقلق كبير جدا كان عند جمهور النادي الأهلي عقب خروجه في الشوط الأول والإصابة زي ما حرارتكم عرفته خلاص هي عبارة عن شد في العضلة الضمة الشد خفيف بإذن الله بإذن الله حيلحق مباراة الوداد علي لطفي كمان لما نزل أدى مباراة جيدة آه كان فيه هفوة لكن الهفوة دي كانت نتيجة أنه هو بعيد قوي عن المباراة ما بيشاركش بقاله فترة كبيرة ولسه راجع من إصابة فيروس كورونا لكن فيه ثبات وفيه شخصية كويسة عند علي لطفي في الحقيقة فمتطومنين جدا على مركز حراس المرمى في النادي الأهلي بالإضافة كمان لمصطفى شوبير وأبتكلم عن ثلاثة الدول تحديدا لأنهم مقايادين إفريقيا طبيعي لكن فيه طبعا كمان في قطاع الناشئين في أحمد طريق سليمان في حمزة علاء فيه عدد من الحراس المميزين في المكان ده في كل الأحوال في كل الأحوال أداء كان جيد تحديدا من الشرط الأول عمر سولاي بيوصل تقلقه حمد فاتحي ماشي بشكل ممتاز من أبرز كمان اللاعبين إمبارح أفشة عمل مباراة كبيرة قوي عايز أتكلم كمان على تصرحات مستر بيتسو مسماني الأمور اللي هي نقصة تعليقه كمان على اللاعبين مش غامض خلص في تصرحاته عارف النقاط اللي محتاجة تتعالج في النادي الأهلي هو ركز كمان تحديدا على قط الدفاع فقال إحنا هنشتغل على كل هذين النقاط خلال الفترة الجاية فإذا هو واحد عنده دراية كاملة أو بنسبة ما مش عايز أقول كاملة الكاملة دي هتيجي مع الوقت بإذن الله بفريق النادي الأهلي عاجبني قوي تصرحاته وأنه هو صريح مع الجمهور في كل النقاط والملفات اللي بتشغل بالجمهور النادي الأهلي بمناسبة خط الدفاع النادي الأهلي وأنا عايز بصراحة أشيد ب أيمن أشرف أيمن أشرف التجارب والمباريات وتتابع المديرين الفانيين كل هذه الأمور أثبتت مدى قيمة هذا اللعب لعيب مهم جدا قد مبارح مباراة جيدة مش بس مبارح فترة كبيرة بيقديها بشكل مميز أيمن أشرف بتلاقيه كمساج بتلاقيه طبعا كظهير أيصر لعيب مميز جدا إصابته خفيفة الحمد لله كان عنده التواقف الأنكل لكن أعتقد ما هيكون جاهز للمباراة اللي جاية وبالمناسبة ممكن ما يلعبش سواء أيمن أو بعض اللعبين كمان الأساسيين عشان ده كان بين كمان من تأسرعات مستر مسماني مبارح عشان يتم إراحتهم للتحدي الأفريقي طبعا المباراتي الوداد فدي كلها أمور فنية طبعا مطروقة لمدير الفني هو قدرة بكل هذه الأمور فإن شاء الله بإذن الله أتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله حيكونوا عند حص نظام جمهور النادي الأهلي دي كانت أبرز النقاط سريعا بخصوص مباراة الأمس مكاسب جيدة أنك تكسب المقاولين فرقات قوية كبداية مشوار لمستر مسماني وأيضا فوز معنوي وأي فوز أنت حتكسبه الفترة الحالية حيبقى معنويا بالنسبة لك المميز قوي عشان قبل الأهم بإذن الله تعالى طيب ده فيما يخص مباراة الأهلي ولا مقاولون النهاردة من ضمن الأخبار المهمة وتم الأعلان عن تي شيرت منتخب مصر الجديد واللي لفت نظري في الإعلان ده واللي لفت نظر الكل طبعا وهو حرص الشركة الرعية وحرص الاتحاد المصري للكورت قدم على أن يتصدر المشهد من الزكريا نجب النادي الأهلي ونجب المنتخب مصر بكل تأكيد واللي بيمر بظروف صحية إن شاء الله يعود منها سريعا وسليما بإذن الله تعالى فاللقطة دي تحديدا حلوة جدا وأسعدت المصريين كلهم وأكيد حاجة معنوية وإنسانية في محلها جدا بالنسبة للمؤمن زكريا وبمناسبة مؤمن زكريا توصلت معاهم أول مبارح تحديدا حالته فيها تحسن مش كبير قوي لكن فيه تحسن نسبي بالنسبة لمؤمن زكريا وبإذن الله بإذن الله يكون فيه تحسن أفضل وأسرع كمان من كده على مدار الفترة اللي جاية وهو حيسافر آخر الشهر ده لأمريكا عشان يواصل العلاج الخاص بإصابته الحالية وإن شاء الله بإذن الله يرجع علينا بألف سلامة لكن لازم واجب يعني الإشادة بهذه الفكرة وبتواجد وتصدر مؤمن زكريا لمشهد الإعلان عن التيشرت الرسمي لمنتخب مصر الجديد طبعا لحيرتديه خلال فترة اللي جاية ودي بعض الصور لبعض نجوم منتخب مصر صلى الله محمدي أو حجازي اللي متواجدين وشفنا طريق حامد طبعا نجم ندي الزمالك وشفنا عمر السولية وشفنا عدد من اللاعبين في الدعاية لهذا التيشرت يعني فدي كانت لقطة أيضا مميزة جدا طيب خلينا نتكلم عن بعض الأخبار اللي بتخص الأهلي وتحديدا الفريق الأول لقرة القدم عشان نطمن جمهور الأهلي قبل المرحلة اللي جاية وكابتن سيد عبد الحفيز ليه بعض التصرحات الهمة واللي بتخص استعدادات النادي الأهلي لمبارتي الودات آه لسه معنا 12 يوم للمباراة دي لكن خلاص ده الأمر اللي بيشغل بال كل جمهور النادي الأهلي ترتبات واستعدادات سواء فنية أو إدارية بيقوم بها النادي الأهلي خلال المرحلة الحالية بخلاف الجانب الفني واللي بيتعلق بالمباريات المتوقية قبل هذه المباراة تحت الودات عندك مباريتين في الدوري سواء إنبي هتلعب إنبي وبعدين بيرامد سبعا كنت تروح للودات بإذن الله تلعب وزهاب وعود فالكابتن سعد عبد الحفيز قال إن بعثة الفريق الأول لكرة القدم هتتجه للمغرب قبل ما تسافر المغرب هتعمل مسحة طبية كإجراء احترازي من فيروس كورونا هنا في القاهرة وعقب الوصول مباشرة للمغرب بإذن الله حيكون أيضا في مسحة أخرى وده تبقى للبرتوكول المتبع قبل مباريات دور النصف النهائي مطول الدوري أبطال لأفريقيا الفريق حيسافر كمان بطيرة خاصة وده أمر مهم جدا ولازم نحايفيه المسؤولين في النادي الأهلي إن هم بيحاولوا يوفروا كل صبل الرحة بالنسبة للفريق قبل مباراة مهمة زي دي طبعا وهي تعتبر أهم مباريات الموسم بالنسبة للفريق لأنها مباراة حاسمة تعتبر في البطولة يعني تأهلك بإذن الله بإذن الله تديك أريحية قبل مباراة القياب ومجموعة المباراة تانية يأهلك لنهائي دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله ونحق هذه البطولة الغائبة الفريق سيسافر يوم 13 والمباراة زي ما أحرقكم معارفين يوم 17 من الشهر الجاري فيما يتعلق به علي معلول وجيرالدو الاثنين طبعا هينضموا أو علي معلول انضموا خلاص لمعسكر منتخب تونس وبيتمر معهم دلوقتي لكن جيرالدو سينضموا لاحقا لمعسكر منتخب أنجولا فكل واحد سيكون متواجد في بلده علي معلول دلوقتي في تونس وجيرالدو سيسافر أنجولا الاثنين مباشرة وده طبقا لتصرحات الكابتن ساعد عبدالحفيز سيخلصوا المعسكر يوم 13 ويسافروا مباشرة على المغرب على طول عشان ينضموا البعثة النادي الأهلي هناك في المغرب ويستعدوا لمباراة الوداد اللي بإذن الله ستكون في كازابلانكا طبعا جهاز الإداري في النادي الأهلي يعني بيوفر كل الأمور اللي بتتعلق بصفارهم بشكل مباشر حجز الطيران وحيتم إرسال التذاكر لهم في المكان اللي هم متواجدين فيه عشان يلحقوا ببعثة الفريق بإذن الله تعالى طيب عايزين يطمن الناس بشكل أكبر على الشناوي الشناوي بعد الإصابة اللي اصابها مبارح إجهاد أو شد يعني ونسلة المراحلات الشد في العضلة الضمة هيبقى فيه برنامج علاجي على مدار الأيام الجاية مبدئيا طبعا هو مش هيلحق مباراة أمبي ومش مهم خلصوا نيلحق بصراحة احنا الأهم بالنسبة لنا مباراة الوداد هيكون فيه مباراة بيراميدز نسب ان هو يشارك فيها او لا دي لسه هتتحدد مع الوقت ومع مدى تطور الحالة لكن الهدف والبلان والخطة بالنسبة للجهاز الفاني لنادي الأهلي ان هم يجاهزوا الشناوي لمباراة الوداد بإذن الله على يعني على ما نوصل لمباراة الوداد هيكون جهز بنسبة 100% للمشاركة في هذه المباراة هو طبعا بعد منصب مبارح كان أجرى الأشعة الأشعة دي أثبتت إصابته بالشد كفيف في العضلة الضمة نتمنى له العودة سريعا أحد أبرز نجوم الكرة المصرية خلال الفترة الحالية هو الشناوي طبعا وأحد أبرز نجوم النادي الأهلي وأبرز نجوم القرة كمان في مركز حراسة الماراة الأهلي كمان النهاردة كان عنده ماران الساعة 9 ونص الصبح قبل ماران كان فيه الربد تيست طبعا ده تبقى للبرتوكول اللي تم تعديله من كبل الاتحاد المصر لكورت القدم متبقى للإجراء المتبع بخصوص الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس كورونا والربد تيست ده تعمل قبل انطلاق الماران اليوم وطبعا لقطات من تدريبات النهاردة كان فيها بعض الأمور صارب تتعلق بالجانب الاستشفائي للعيبة اللي شاركت بشكل أساسي في مباراة الأمس أمام المقاولون أو حتى بعض اللاعبين اللي مشاركوش كان لهم بعض التدريبات البدنية الا قوية على هامش ماران كمان النهاردة كان فيه اجتماع من مستر بيتسو ميسماني مع كابتن سامي أمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني وكان بيطلع مستر بيتسو ميسماني على بعض التقارير الفنية اللي أعدها كابتن سامي أمصان عشان يقف على كل النقاط اللي بتتعلق بالفريق قبل الفترة المقبلة كمان النهاردة من ضمن الأمور الهمة تم تصعيد عدد من لعبي قطاع النشئين في النادي الأهلي هم خمس لعبين تحديدا عشان يعني يسد النقص العددي النسبي بسبب الإصابات الموجودة في فريق النادي الأهلي فبالتالي تكرر تصعيد كل من فارس طار وده موليد ألفين بيلعب قلبة فاع وبيلعب باك رايت وتم تصعيد عادل أحمد مدافع مميز جدا جدا اتفرجت عليه كتير في قطاع النشئين ده أيضا موليد تسعة وتسعين وتم تصعيد محمد المغربي موليد ألفين واحد باك ليفتو بيلعب كمان كمساك وشاد رايت واند تم تصعيده قبل كده ونزل تاني قطاع النشئين وتم تصعيده وشارك في تدريبات اليوم أيضا وده بيلعب كصانع ألعاب وأخيرا أحمد طارق سليمان موليد ألفين واحد حارس مرمى طبعا ومميز جدا وشارك أيضا في التدريبات النهاردة النهاردة كمان كان فيه محاضرة نظرية للعاب الأهلي من قبل المدير الفني مستر موسماني المحاضرة دي كان للحديث عن مباراة الأمس أمام المقاولون العرب وتم الحديث فيها مع لعبي الفريق الكابتن سعد عبد الحفيز فيما يتعلق بجانب الإصابات أعلن عن تعافي أجاهيو أحمد الشيخ وأصبحوا جاهزين للمشاركة في المباراة المقبلة والإثنين كان عندهم طبعا جهاد عضلي بالإضافة لمحمود وحيد اللي بيواصل برنامجه التأهيلي لسه برضو تم الشفاءه بشكل نهائي من الإصابة وكان عنده شد في العضلة وبيعمل بعض التدريبات التأهيلية وجارية حوالين الملعب وكل ده تحت إشراف كابتن طريق عبد العزيز أخصائي التأهيل بجهاز الجهاز الفني الفريق الأول لقد قدم به النادي الأهليم دي كانت بعض وأبرز الأمور اللي بتخص الفريق تحديدا عقب انتصار الأمس أمام فريق المقاول العرب لسه عندنا تفاصيل أخرى وفقرات مختلفة في حلقة التريند النهاردة حيكون بعد الفصل إستنون الشناوي بطل يمكن رجلة الجزاء محمد الشناوي بطل اشتركوا في القناة أردكم من جديد دلوقتي جمعات تريند الأهلي وإيه أبرز الأمور اللي تكلم فيها جمهور النادي الأهلي أو الحسابات المختلفة اللي مختصة بتغطية أخبار النادي الأهلي على السوشال ميديا خلينا نبتدي بحساب قناة النادي الرسمية واللي بيتكلم على كلين شيت الشناوي وانه وصل طبعا لـ 24 كلين شيت في بطولة الدوري وهو كده يعني بينفرد بهذا الرقم بعد تحطيمه بعد ما وصل 23 وعادل الشريف إكرامي طبعا حرس الأهلي السابق فبالتالي أمر يحسب للشناوي ممكن البعض يسأل دلوقتي طبعا الشناوي تصاب وخرج وكمل علي لطف الكليين شيت بيتحسب للتنين اللتنين اللي لعبوا طبعا الأهلي ما استقبلش أهداف فبيتحسب للتنين بالتالي الشناوي وصل لـ 24 وقصر الرقم السابق اللي كان باسمه برضو يعتبر 23 باسمه هو وي شريف إكرامي طيب ردود أفعال هتبقى مختلفة وكتيرة جدا عقب أول مباراة لمستر بيتسو مسماني عشان كده احنا معانا دلوقتي الحساب الرسمي لكيك أوف على تويتر طبعا ده موقع جنوب إفريقي وبيتكلم عن أول مباراة لمسماني وقال بدأت فترة رئاسة بيتسو مسماني للأهلي بداية ناجحة بعد فوضو على المقاولين طبعا كانت بداية مهمة أنه يبتدي بالاتصار ده أمر معناوي جايد جدا بالنسبة لنادي الأهلي أيضا أفريكان فوتبول إتشي كيو ده حساب أيضا من ضمن الحسابات الأفريقية واللي بيتكلم على أن مسماني قاد الأهلي للفوض بنتيجة 1-0 على المقاولين العرب ودي كانت أول مباراة للمدير الفني الجنوب إفريقي كمان حساب سكر لادومة الجنوب إفريقي كتب على حسابه على تويتر أن مسيحة المسماني في الأهلي بدأت بشكل إيجابي بعد فوضو على المقاولين العرب بنتيجة 1-0 في الدوري المصري مساء الأحد تمام لسه في بعض الأمور كمان اللي بتخص الفريق وتحديدا عقب الفوض بالأمس بنتيجة 1-0 على المقاولين وده كان حساب أفريكان سكر أبديتس حساب جنوب أفريقي وكانوا اتكلموا على تويتر ونشروا صورة لمسماني من المباراة وكتبوا أول مباراة لمسماني 1-0 للأهلي على المقاولين العرب ووضع حجم الاهتمام الكبير في أفريقيا بعد تولي مسيماني والاهتمام موجود بالنادي الأهلي دايما لكن لما يكون فيه مدرب أفريقي بيقود الفريق فالاهتمام سيكون بشكل أكبر ومتزايد حساب الأهلي اليوم على فيسبوك نشر المباراة المتوقية للنادي الأهلي على مدار هذا شهر شهر أكتوبر سواء في الدوري أو في بطولة الدوري أبطال أفريقيا عندك أول مباراة إن شاء الله هتكون بعد وقرة أمام أمبي في الدوري وبعدين هتلعب بيراميدز يوم 11 على ما أتذكر في بطولة الدوري أيضا المحسوم بالنسبة لنادي الأهلي وأبعد كده هتروح للوداد بقى في المغرب في كازابلانكا وبعد كده تلعبوا هنا في مصر بإذن الله أهم المباراة بقالنا بقالنا إيه ست شهور مستقنين المباراة وإن شاء الله الأهلي يكون موفق فيهم طبعا في مجموعة المباراة طيب من ضمن كمان الأمور الهمة جدا ومن خلال الحسابات المختلفة على السوشيال ميديا سوبر كورة بيقولوا على حسابهم على فيسبوك إن مؤمن ذكرية سفيرة لدوري أبطال أفريقيا وده بعد القرار اللي تم اتخاذه من قبل طبعا الاتحاد الأفريقي لكورة القدم وطبعا هو المنظمة المنود بطولة دوري أبطال أفريقيا ودور إنساني مهم جدا للاتحاد من خلال إنه هم يعني بالنسبة لهم بقى مؤمن ذكرية سفير للبطولة فبالتالي إيه اللي حيحصل هيكون متواجد مؤمن ذكرية في المباراة النهائية حينزل أرض الملعب الأول يباصي الكورة أو يسانتر مثلا بلغة الكورة إذا ما حاكم عارفين أكد يطلع يتابع المباراة نهاية من المدرجات نتمنى المباراة النهائية تكون مصرية خلصة الأهم من زماننا الأهلي يوصل نتمنى كمان الزمانك يكون موجود والأهلي يكسبق في النهائي ويفوز بالبطولة لكن لفتة معنوية وإنسانية مهمة جدا من قبل الاتحاد الأفريقي مع نجم كبير جدا زي نجمنا المصري مؤمن ذكرية طيب خلينا نكمل برضو ترند الأهلي وعندنا في بعض الأمور الهمة وصفحة ماجيكان وقالت كل الشعور بفجدان الشغف يتلاشى تدريجيا كلما اقترب رؤية ندينة في أفريقيا 12 يوم فقط على نصف النهائي لهذه البطولة وطبعا شغف وإحنا عادينا نستمعين المباراة دي وفي نفس الوقت الأعصاب البتدت تشد إن شاء الله بإذن الله الأهلي يكون موفق في المباراة وإشارة مسلماني البطولة إن شاء الله المرادة تكون يعني في محلها ونقدر نفوز بهذا اللقب الغائب عنده لاب بطولات النادي الأهلي لفترة طويلة طيب خلينا نروح لخبر آخر الخبر الآخر بخصوص الحساب الرسمي للشروق على تويتر وإلي نشروا كلام لمسؤولي التحدي السكندري بيكلاموا فيه بخصوص أحمد الشيخ لعب النادي الأهلي وإن هما فتحوا باب للتفاوض التصرحات دي تحديدا على لسان محمد إبراهيم المدرب العام للتحدي السكندري وإن هما يعني حبينا أحمد الشيخ يكون متواجد الفترة الجاية أو الموسم الجديد سواء على سبيل الأعرق أو على سبيل البيع النهائي الأمر ده هيتم حاسبه من خلال طبعا رؤية مستر بيتسو مسماني هو اللي حيحدد بصراحة أحمد الشيخ على مدار الفترة اللي فاتت كلها كان ماشي بشكل كويس مع الأهلي وكان مع مستر ريني بايلر ماشي بشكل كويس الإصابات حظ ووحش فيها لكن في كل الأحوال ده أمر حيكون متروك للمسؤولين في النادي الأهلي وطبعا إنجاز الفاني لكيادة مستر بيتسو مسماني حيشوف مدى احتياجه لأحمد الشيخ خلال الفترة اللي جاية وبناء عليه تم اتخاذ القرار الأنسب اللي حيكون في صالح النادي الأهلي حتى الآن ما فيش حاجة راسمية النادي الأهلي أعلن عنها بخصوص أحمد الشيخ لكن الكلام كله كان من قبل مسؤولي طبعا فريق الاتحاد السكندري لكل الاحترام والتقدير دي كانت بعض الأمور الهمة وأبرزها كمان فيما تعلق بترند الأهلي في حلقة الترند كمان النهاردة هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل فقرة استنون دلوقتي جات معاد فقرة ترند أونلاين وعندنا مدخلة عبر سكايب غاية في الأهمية مع الأستاذ الكبير والإعلامي الكبير والصحفي المغربي الأستاذ محمد أمين حامد براحب به في البداية أستاذ محمد أهلا بك منورنا شكرا أنا المتشرف لي الشرف الكبير وكون مع إخواني وأشقائي في مصر اللي اشتقت كثير أصدقاء لدي كثير أصدقاء هناك شكرا 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 كبير للمقدمة جميلها وأتشرف أخي أمير شكرا للصداف نورنا بكل تأكيد وبما أن خلاص العد التنازلي بدأ لدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا وموجهتي الأهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء بالتالي عايز أعرف كيف يتابع الإعلام المغربي والجمهير المغربية كل ما يحدث بالنسبة للأهلي والزمالك على مدار الفترة اللي فاتت وأنا عايز نبتدي بالأهلي تحديدا وانتباعات الشارع المغربي عقب تولي مستر بيتسو موسمانيا مدير الفاني الجنوب الأفريقي للفريق لو سمحت نأخذ المسألة بصفة عامة الفرق بين الشارع المصري الأهلاوي والزمالك والشارع البيضاوي المغربي هو أن الوداد والرجاء لا زالوا يتنفسون على نقب بطولة هذا الموسم على درعة الموسم لحد سعام عن نتائج المتورية أي أسبوع هناك تغيير في الترتيب ما عدا هذا أسبوع فتم تغيير في الترتيب تم أن هناك فرق بين الوداد والرجاء فقط نقطتين وهناك فقط نقطة كفرق يعني مقابلة تكون كفرق وبالتالي الدوري المغربي سيؤلع حتى آخر دورة اللقب لن يحسم مصير لقب إلى الدورة التالية وبهذا اهتمام الجمهور الرجاوي والودادي مرقسم نوعا ما ومهتم أكثر بلقب دوري نظرا لأن المنافسة بين القطبين ولكن لديه متابعة كبيرة لأخبار قطبي الكورة المسرية وخاصة كما تفضلت نادي القرن بدون مجاملة ليس لأنني ضيف على قناة أهلي ولكن هذا اعتراف منها بقوة نادي الأهلي العظيم الذي نتمنى له الإزدهار والمزيد من النجاح والتوفيق بكل صلاحة نادي الأهلي الشعبية وحب كبير لدى الجمهور المغربي بالصفة بالتالي تعيين مستر بيتسو موسماني كافة استقبله جمهور الوداد تحديدا وخصوصا أنه كان فيه مواجهات كثيرة جدا قبل كده ما بين الوداد وسانداونز في بطولات أفريقية مختلفة انتباحهم عن تواجده في الضارة الفانية لنادي الأهلي سأعطيك انفراد بيتسو موسماني كان من بين أكبر الأسماء التي تطالب بها الجماهير الودادية قوة بيتسو موسماني هي العلاقات الشخصية رجل دكي جدا في التعامل الشخصي لما جاء إلى المغرب كان قبل أصدر بعض تصريحات فقط للتأثير على محيط الوداد ولكن لما جاء بطريقة سحرية استطاع أن يدوب كل الخلافات وأن ترجع الخلافات صداقة وحب كبير بينه وبين جماهير الوداد وأعلن نيته في أنه ينوي أن يأخذ تجربة بشمال إفريقيا لم يحدد لكن كان له حب وود كبير مع لاعب الوداد مع جمهور الوداد حتى عندما أصيب أحد لاعب الوداد هم لاعبين فكان تيتسو موسماني من أول من يسأل عن الناعبين ويتمنى لهم شيقة إذن بيتسو موسماني هو إنسان كان له شغف كبير أن يأتي إلى شمال إفريقيا تأتى له حلمه من بوابة الآلي النادي الكبير لأن العقد الذي كان سيكون مثلاً مع الوداد ليس هو مع الآلي الراتب أعلى أضم 125 ألف دولار إلى جارب الضمور الوداد الآن هو بين التفاؤل نظراً لأن أرقام الوداد على بيتسو هي أعلى في الواجهات المباشرة ولكن يعرف جيداً أن الآن بيتسو يمتلك فريق لديه التجربة والخبرة والحنكة الإفريقية عكس سندوز ولو أنه فاز بحسبة أرطان مع سندوز إنما كرة الجنوب الإفريقية هي كرة لها سمة للعب من أجل اللعب لأن الرياضة الثالثة هناك في جنوب إفريقيا وبالتالي ليس هناك ضغط إعلامي ليس هناك ضغط جماهيري ليس كمصر ليس كالمغرب ليس كلاعبين أهل المصري وبالتالي الجمهور المغرب الآن والوداد يعرف أن بيتسو مدسماني لسندوز ليس هو بيتسو مدسماني الأهل المصري لأن الآن سيستفيد من جزيزات الآلي من خبرة الآلي من إدارة الآلي ومن شغف الآلي لا تناقش كفأتنا لا أناقش كفأت بيتسو أنا أتكلم فقط عن الفرق بين بيتسو ومسلماني كيف نرى نحن المغرب أما مع الجنوب إفريقيا مع الجنوب إفريقيا هم يتميزون باللعب البرازيلي بالذات اللعب البرازيلي القرى في الأرض والقرى الفرجوية ولكن بالنسبة لهم النتائج ليست مهمة في كرة القدع لأن الضغط الذي يقع على ريادة كون القدم ليس كالريكبي ليس كالكريكيت كريادة هي المشهورة هي الأولى بجنوب إفريقيا في مصر لا في مصر الآن تتوفر لها التجربة والإمكانيات وعلى الضغط كبير من إدارة الأهل والجماهيرو والأهل وندي ألقاب ولديهم التجربة والخبرة الكافية لربح ألقاب وهذا الفرق الذي سيزيد لها المواجهة المقبلة بين الأهل المصري والوداد الرياضي الذي غير كذلك الجهاز الفني سيزيدها إطارة حدة ندية وقوة ووجود بيتسو موسيماني المحبوب جدا من طرف جماهير إدارة ونادي الوداد الرياضي طيب في بداية كلام حضرتك أنت تكلمت فأظن أن إني شافي وكافي آه طبعا في بداية كلامك في المداخلة تكلمت على مواجهات بطولة الدور المغربي وقدي في ندية وقوة ونفسها قوية جدا عايزة أكلم بالتحديد على الوداد والرجاء والمنافسة على بطولة الدور هل ممكن تأثر بشكل سلبي على استعداداتهم لمباريات دور نصف النهاية شوف ما في هالشك الرجاء اليوم أمس فقد ثلاث لعبين ثلاث لعبين وفقد قبل تلك المباراة لعب مهم لهو الشكل يعني أربع لعبين رسميين وبالتالي هناك شكوك حول نوعية وخطورة إصابتهم يعني هل سيغربون أسبوعين ثلاث أسابيع الله أحلم الله أحلم والوداد الرياضي كذلك يمنى النفس أن يستعيد بعض لعبين مصابين نحن في موسم استثنائي موسم الكوفيد موسم كورونا هو موسم استثنائي اللعبون منهكون المسيرون منهكون وهناك إجهاد بدني كبير لنهاية الموسم كما هو الحال في مصر الفرق الأهل المصر الآن كسبت دوري ليس له ريهان عنده الريحية نزل آخر بالستثناء عصبت أبطال وبالتالي بيتسو الآن هو مركز على دور الأبطال الوداد لا الوداد يريد أن يكسب الدوري أو يضمن مكان في عصبة الأبطال بالضبط يعني الصفة التالية ولديه مشكلة إصابات بعد اللاعبين الذين هم مفاتيح ككومارا كداري ككذلك باباتون وهو لعب المؤثرون نصير سعيد يرجع من الإصابة هذا خمس أو ست لاعبين لدى فريق الوداد نحن في موسم استثناء موسم كورونا ولكن هذا لا يمنع الوداد مع حسين عموتا الذي كان خصمه الأهل المصري بقيادة حسام البدري مدرب منتخب مصر الوداد فقط 13 لاعب 13 لاعب في الوداد استطاع أن يفوزها باللقاب بين الداب والوداد ولكن لا ننسى كانت هدك مهارة كبيرة في الفريق بين أول نجم والحداد وبن شرقي الذي أصفه بأن أحسن المحترف الدوري المصري وكذلك وليد كرتف هل حال الأمس وحال اليوم في وحده الملعب ومن سيجيب ولكن هي نصف نهاية قوية وقوية جدا ولن أخفيك سررا بأن الوداد يطمح باللقاب ولكن عينه على مواجهة عصبة الأبطال إنما صراعه مع الغريب مع منافس التاريخ الرجاء يستنزف قواه وهذا أمر طبيعي لأن أن تصالح فريقا غير الرجاء أو الوداد أو عكس ذلك بينهم ممكن المجهود يكون أقل المجهود نفسي الديني الإرعاة إنه هناك ضغط جماهيري رهيب الآن المنافس هو الرجاء وهو منافس تاريخي منافس جماهيري منافس عاطفي مسبة الجماهير الجمهور الوداد لن يتقبل أن ينهزم أمام الرجاء وعكس ذلك وبالتالي هناك سنزاف كبير لقوى الوداد الرياضي مسبة لمنافس عليك بالتالي عايز أسألك عن توقعاتك لطرفي المباراة النهائية في بطول الدوري أبطال أفريقيا من وجهة نظرك تتوقع منه فعلا أنا كمغربي بدون نفع بدون نفع مهوم لن أكون مجامل أتمنها مغربية أكيد زي ما نتمنها مصرية ده أمر طبيعي جدا لكن أبتكلم معطيات من وجهة نظرك من خلال المترعيسة خليناك الواقعين بالنسبة للتجربة الآلل والوداد هم أكتر تجربة حالية حالية أنا أريد أن أتكلم معك في الجانب الفني تحديدا هل الاستقرار الفني عند فريق الرجاء ممكن يرجح كفته في البطولة على أين الرجاء الرجاء لديه مقومات لفريق تحدي الرجاء لديه مقومات فنية عالية إنما مؤخرا الضغط سهم في تأخر بعض نتائج الرجاء تعادل يوم أمس بالضالة الميضة أمامنا تباركام مباشر على اللقب وكان متأخرا حتى الدقيقة 95 بالزبط بالزبط ولكن هذا لا يمنح صحفيان رحيمي في المواجه في الدقيقة 95 و30 ثانية يعني على بعد 30 ثانية من نهاية المباراة مع وقتها بدأت شوف الجزئيات الفنية في هذا النوع بالمنافسات لا نعطيها قيمة كبيرة لماذا؟ لأن هذه المنافسات يلعبوا في العنصر البشري والنفسي عامل أكبر وأقوى لها حسابات مختلفة لها حسابات مختلفة وغير مفهومة وفي بعض الحياة غير منطقية أكيد أستاذ محمد أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القائمة في الحقيقة وهذه الإضافات اللي قلتهاننا بخصوص طبعا الاستعدادات وكل ما هو يخص مباراة دور النصف النهائي ما بين الرباعي الكبار في الكرة الأفريقية أهل زمالك وأوداد ورجاء بنشكره شكرا جزيلا أستاذ محمد أمين حامد الإعلامي المغربي والصحف المغربي الكبير كان معانا عبر سكايب وكلمنا معاه في تفاصيل مهمة جدا خصوصا خلاص أن المبارات أو المباريات دور النصف النهائي بشكل عام اقتربت بشكل كبير في مواجهة مصرية مغربية ما بين أربع فرق هروح لفاصل سريع بعد الفاصل عندنا الترند العالمي وعندنا صفاصيل كتير جدا هيتكلم فيها في الترند ده استنموا طيب خلينا نروح للترند العالمي سريعا لأن في تفاصيل كتير جدا ومفاجئات كمان بسبب النتائج اللي حصلت في مباريات الدور الإنجليزي تحديدا بالأمس فبالتالي خلينا نبتدي بحساب فيفا على تويتر واللي بيتكلم على جانب آخر محمد صلاح سجل ضد 25 من أصل 26 فريق لعب ضدهم في الدور الإنجليزي بقميس ليبر بول يعني نسبة 96% أفضل نسبة لأي لعب في تاريخ النادي بالدور الإنجليزي محمد صلاح سجل أهدف كل الفرق اللي واجهها في الدور الإنجليزي فيما عادة فريق واحد اللي هو سوانزي سيتي سوانزي سيتي دلوقتي في الشامبينشيب فمحمد صلاح كان واجهه ممبريتين قبل كده في أول موس للمحمد صلاح من بعدها سوانزي مختفي عن الدور الإنجليزي الممتاز لكن طبعا النتيجة كانت سائقة جدا وقاصية على ليبر بول بعد الهزيمة من أسترون فيلا بالأمس ومشاركة ثلاثة من نجومنا المصريين محمد صلاح بشكل أساسي وأحرز الهدفين بس لفريق ليبر بول وهو كان أحد نجوم ليبر بول وفي المقابل تريزي جي صنع هدف من السبعة والمحمدي الشارك في آخر عشر دقيق لكن في كل أحوال هي نتيجة مفاجأة ليبر بول وفي المقابل حاجة جيدة بنسبة لنجمينا المصريين في أستون فيلا كل من تريزي جي والمحمدي طيب خلينا نروح لجانب آخر من دمن الأخبار العالمية ومن دمن الأمور اللي بتتعلق بترند الأهلي أو عفوا ترند العالمي خلينا نروح لحساب فوتبول ديلي على تويتسر نصر تصريحات يورجون كلوب مدارب ليبر بول بعد الهزيمة بالأمس هذه الهزيمة الكبيرة هو الراجل تصرح وقال إيه قال كل الأمور التي يجب ألا تحدث في كرة القدم إحنا عملناها في هذه المباراة فبالتالي خسرنا بهذه النتيجة الصادمة في مباراة مهمة وفي الجولة الرابعة تحديدا من بطولة الدوري الإنجليزي فبالتالي أمر كان صعب على بمهور ليبر بول بكل تأكيد بالأمس في المقابل طبعا مدير الفني لفريق أستون فيلا ديني سميث كلم وهو في غاية في السعادة بعد هذا الانتصار التاريخي فقال اللاعبون نفذوا خطة اللعب على أكمل وجهه وفي الحقيقة كان فيه توفيق ذائد عند فريق أستون فيلا لأن فيه ثلاث أهداف من السبع تقريبا كلهم جم فيهم توفيق قوي يعني خلال مثلا هدف كرة خبطت في فان دايك وبعد كده دخلت في المرمى برضو أحد مدفعي فريق ليفر بول فيعني كان يوم سيء جدا بالنسبة لفريق ليفر بول في المقابل طبعا كان فيه هزيمة لمانشستر ناتب نزجية 6-1 من توتنام فكانت مفاجهات كبيرة في الدورة الانجليزية طيب ده فيما يتعلق بالترند العالمي خلينا نروح سريعا لمشاركات جمهور النادي الأهلي على صفحات القناة وبالتحديد بخصوص رأيهم في الأداء الفني وفي نتيجة مبارات الأمس ما بين الأهلي وما أولين ورأيهم في أداء النادي الأهلي مع مستر بيتسو مسماني في أول مباراة محمد عرف الخياط قال أداء أفضل من المباراة السابقة من حيث التمرير الصحيح ودقة والاستحواز على القرى والتحرقات وتبقى مشكلة المشاكل الأبدية وهي انهاء الهجمات السهلة إن شاء الله مستر مسماني يعالج كل هذه الأمور رامي فؤاد قال أداء كويس جدا خصوصا استيطار على نص الملعب ومسكنا كورة طول الوقت بالتوفيق بإذن الله مستر مسماني وربنا معاه في اللي جاي وكلنا ثقة فيه حسام دبور قال أكتر حاجة مميزة تحرقات اللعبين بدون كورة وده اللي عمل تقارب بين الخطوط بس برضو لسه اللعبين ما أتقنوش الميزة دي بالتوفيق المدرب في اللي جاي سأتمنى كل التوفيق لمستر بيتسو مسماني في المرحلة الهامة جدا المقبلة والتحديات الهامة بالنسبة للفريق الأول لكورة القدم بالنادي الأهلي دي كمان كانت حلقتنا مترند النهاردة استنونا في حلقات جديدة وأخبار مختلفة عن ندينا الحبيب النادي الأهلي في حلقات قادمة بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة